السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعلا بكم اتماعي قرام تابعي القناة من الاخر الخلاص معكم محمد نور الدين خلالي اتكلم عن ترتيب فرق الدور العراقي وترتيب الهدفين ونتائج مباريات اليوم الاحد تمانية وعشرين اتنين الفين واحد وعشرين مع بداية الجولة الحادية والعشرين من الدوري العراقي لا اول مرة تزورنا في القناة انزل اشتراك القناة بادخطي على الزر الاحمر اسفل الفيديو مكتب على اشتراك وسبسكرايب اعمل لايك الفيديو وفعل زر الجرس للاسلك كل جديد باستمرار بازن لا يتعلم اتماعي الكرام اليوم الاحد تمانية وعشرين فبراير عن نفط تعادل امام الزوراء صفر صفر تعادل سلبي الديوانية تعادل امام نفط ميسان واحد واحد احرز ادف الديوانية انور مهدي في الديئة تمانية وسبعين هدف نفط ميسان جي عن طريق ناصر حمودة في الديئة تمنتاشر القاسم تعادل سلبيا امام القرخ صفر صفر الصناعات الكهربائية فزع الطلبة 2-1 احرز ادفاي الصناعات الكهربائية شيكا سوري في الديئة 72 حسن داخل في الديئة 94 هدف الطلبة جيء عن طريق وكاع رمضان في الديئة 60 والنجف فزع لنفط الوسط 1-0 احرز الهدف ستيفن بافور في الديئة 39 خلتعرف على ترتيب فرقة الدور العراقي ثم تعرف على ترتيب الهدفين متصدر ترتيب فرقة الدور العراقي بعد مباريات اليوم مع دات الجولة الحديقة العشرين القوة الجوية في الصدارة في المركز الاول باربعة واربعين نقطة ولسه ملعبش امبراطو الزوراء في المركز الثاني باربعين نقطة النجف المركز الثالث بسبعة وثلاثين نقطة الشرطة المركز الرابع بستة وثلاثين نقطة ولسه ملعبش نفط الوسط في المركز الخامس باثنين وثلاثين نقطة زاخو في المركز السادس بثلاثين نقطة النفط في المركز السابع بثلاثين نقطة نفط ميسان المركز الثامن بتسعة وعشرين نقطة أماني بغداد المركز التاسع بخمسة وعشرين نقطة الكارخ المركز العاشر بربعة وعشرين نقطة الديوانية المركز الحادي عشر بربعة وعشرين نقطة الميناء المركز الثاني عشر باثنين وعشرين نقطة نفط البصرة المركز الثلاث عشر باثنين وعشرين نقطة القاسم المركز الرابع عشر بواحد وعشرين نقطة أربيل المركز الخامس عشر برصيد عشرين نقطة الكهرباء المركز السادس عشر برصيد عشرين نقطة بعد كده يأتي الطلبة في المركز السابع عشر بعشرين نقطة أيضا وصراعات الكهربية المركز السامن عشر بتسعة عشر نقطة السماوة المركز التاسع عشر بتمنتاشر نقطة والحدود للمركز العشرين والأخير بسبعتاشر نقطة خلنا نتعرف على ترتيب هداف الدور العراقي بعد مباريات اليوم مع بداية الجولة الحداول العشرين في استدارة ترتيب فرقة دوري في استدارة هدافي الدور عزرا في استدارة هدافي الدور العراقي بعد مباريات اليوم في بداية الجولة الحداول العشرين ايمن حسين متصدر الهدفين في المركز الاول لاعب الكوالجاوية ب14 هدف في المركز ثاني مهند عبد الرحيم كرار لاعب الزوراء بعشرة اهدف في المركز الثالث حسين يونس نصر لاعب الميناء بثمانية اهدف واحمد لفتا كوني لاعب النجف ومحمد خالد جفال لاعب الطلبة في مركز الرابع ب7 اهدف منارطاها لاعب الحدود محمد ابراهيم لاعب الكهرباء جبر كريم لاعب امان البغداد لا جبار كريم يا جماعة عنده 6 اهداف من مركز اللي بعد كده المركز الخامس جبار كريم المركز الخامس ب6 اهداف لاعب اماني بغداد التساوى مع عحمد عبدالرزاق لاعب نفط ميسان محمد داودي ياسير لاعب النفط عمر منصور لاعب نفط الوسط جونيور روستاند لاعب الميناء علاء عبدالزهرة لاعب عبدالزهرة لاعب الزهرة ومساعدنا للاعب النفط وكان معكم محمد نورودي من قناة من الاخر الخلاصة اشترك في القناة اشترك في القناة نراكم في فيديو اخر بإذن الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته